اوكي اه السلام عليكم من زيكم عاملين ايه? ان شاء الله في الليكتشر دي اه تمانية اه الاكستر ريدنج رقم تلاتة. هتكلم فيها سريعا ان شاء الله عن ال اي ار دي. احاول الموضوع يكون سريع علشان الدنيا يكون اه ملخص يعني بالنسبة لكم علشان زي نتالي امتحانات اللي احنا فيه. خلان نبدأ على طول. اه زي ما قلت هنتكلم عن يعني ايهر دي. الفرق ما بين والدي اف دي ماذا فيش فرق يعني يعني ما. ده حاجة وده حاجة يعني بس برده هنتكلم عشان ما حدش هي تلقبت هنتكلم عن بتاعة اي ار دي اللي هو وا الاتريبيوتس وصام تيبس كده زي تقدر تحدد ما بين يعني او اخيرا في لحنا هنتكلم عن الفرقة ما بين الارتين. طيب بدايتها ايه هو الارتين? هو اختصار الانتتي الانتتي دياجرام. المفروض ان الهدف بتاعهم هو بيوريك اه علاقة ما بين ازاي بتتم? مش يعني ما فيش داتة بتمشي من هنا لهنا على قد ما احنا بس بنوضح ازاي ايه طبيعة العلاقة ما بينهم يعني ده اخد ايه من هنا? زي ما كنا خدنا بلكرة في زي ما عرفنا مثلا والفورينكي. ايه علاقة مثلا الامبلويه بالبالبالبارتمنت? ايه علاقة البيرسون بمش عارف ايه حاجات كده. طيب طبعا احنا هنتكلم فيه بالتخصيل قدام يعني. وهناعرف كمان ان مش شرط الايه دي يكون بتعمل الديتا بيس ممكن يكون معمول لحاجة تانية ودي هنعرفها في بس اخر يعني. برضو اه في جوه الاردي طبعا الانتتيز او ده اهم حاجة يعني في الاردي هي الانتتيز اللي مفهود ان هي بتتعامل مع بعض. فالانتتيز دي بيقولك انها يعني ممكن تكون ممكن يكون بعيادة ممكن يكون معينة ممكن تكون معينة جوه شركة ممكن تكون اه مكان كلية مسلا ومدرج يعني حاجات كده. اخيرا او يعني اهي اللي بتوضح او بتوضح ازاي ما بين او يعني ايه العلاقة زي ما قلت ما بين ان مسلا علاقة المدرج كلين هو جوه كلية مسلا يعني وحاجات من دي. اخيرا الاتريبيوتس دي اللي المفروض بتوضح مواصفات او الكاراكتريستيكس يعني بتاعة الانتتيز زي مسلا اه الانتتيز طبعا بيبقى جوابها مفروض اه يعني كزا كزا زي ما هنشوف كهان شوية يعني بس المفروض ده بيوضح بقى من فوق كده الانتتيز طايب بيوضح المفروض او الانتتيز طايب مفروض بيوضح فيه مسلا الكالر النيم مش عارف ايه حاجات من دي فدي تعتبر الاتريبيوتس بتاعتي زي ما قلت احنا بنستخدم الارد علشان ممكن ندزاين اه او ناندرستاند اه وحاجة تانية كتير طبعا هو يعني في الغالب بيستخدم للداتا بيز لكن مش دايما بيكون للداتا بيز طيب هنعدد الاستراد دي على طول الفربة بين الارد والدي احنا خدنا ان الدي اف دي هو مفروض اللي ما بين اه الفلو ما بين اه جوا الجوا سيستم فاحنا بنوضح الفلو بتاع الدياتا كويس لكن الارد مانوش اي علاقة بالكلام ده او مفروض زي 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 بتتعامل مع بعض او اللي ما بينه انا بس الاستراد دي حبيدت ان انا نوضح ان ما فيش علاقة ما بينهم عشان ما حاتش يتلغبط مسلا بين الدي والدين دي يفتكر ان الدي اللي في الارد ليها علاقة بالدياتا او كسف دي مانوش علاقة بطي اللي موجودة الانتتي والريليشنشيب فالانتتي هنشوف كمان شوية والريليشنشيب بمفروض ايضا بتوضح ازاي زي ما قلت اكتر من مرة من شوية ازاي كل انتتي بيتعامل مع التاني ممكن الريليشنشيب الواحدة يخش فيها اتنين انتتي او اكتر وممكن يكون واحد كمان وده هنعرفه او هنتكلم عنه سريعا كمان شوية فباختصار شديد ده شكل الانتتي طبعا مفروض بيبقى يعني ده كده من اي تفاصيل مفروض ممكن نخش في تفاصيل اكتر هنشوف كمان شوية والريليشنشيب بيبقى خط مفروض بس بيوصل ما بين اه الانتتي وبعض ده مسال على الانتتي فزي ما اه اتكلمت معاكم مفروض ان الجزء اللي فوق ده اللي هو باللون المختلف ده احنا بنسميه انتتي طايب بيكون في الاتريبيوتس فالنيم ده يعتبر اتريبيوت الاج يعتبر اتريبيوت الستي تعتبر اتريبيوت كويس الاتريبيوتس دي هي اللي مفروض بتفرق الكلام اللي في الباضي ده عن بعضه فانا عارف ان ده النيم بتاعه مروان الاج بتاعه 21 موجود في الكايرو كويس حتة لتحت دي بنسميها انتتي باضي او انتتي آآ انستنسيز كويس ده اللي مفروض بنحط جوه ده طبعا مش يعني بيبقى عدد بقى كبير ده اللي مفروض زي ما احنا عندنا مسلا فالتيبل بيبقى ليه هيدر الهيدر ده بيكون بيشرح اللي جوه ده عبارة عن ايه فده الكولوم بتاع النيم والاج وهكزا والباضي بقى الباضي ده هو اللي بنسميه انتتي آآ انستنس تمام وزي ما قلت النيم والاج والستي اعتبر اتريبيوتس والجزء اللي فوق ده كله الروح اللي فوق اللي هو الكبير ده يعني ده اخد اسمه آآ انتتي طيب خلي بالك برضو من حاجة مهمة جدا دي يعني حاجات ممكن يلعب بيها معك في في الامسي كيو آآ وترو فولس بزات ان لازم الاتريبيوتس تكون مفرد يعني ما ينفعش تبقى نيمز ما ينفعش تبقى ايجيز ما ينفعش يبقى سيتز لازم يكونوا كلهم آآ مفرد طيب هنتكلم عن الاتريبيوتس بقى بشكل آآ مفصل اكتر فبيقولك ان الاتريبيوتس هي اللي هي اللي بتسكرايب او الانتيتيز اللي موجودة جوه الاتريبيوتس طيب احنا بنقول داتريبيوتس ما جالزا يعني لكن سايما قلت اكتر من المرة ممكن الاردي تعمل داتريبيوتس او حاجة ايه طيب التيبس بتاعت الاتريبيوتس دي في منهم نوعين في منهم او بنسميهم ديسكريبتف ان هي بتشرح او بتوصف اكتر الانتيتي اللي تحتيها او صوري الانيستيز اللي تحتيها زي اللي هو هاو زي الكالر زي او كم الاتريبيوتس زي او الثول الويت كل الكلام ده كويس فده كده نوع من الاتريبيوتس زي ما كانت هنا مثلا الاستيتي حلو الميم برضو يعتبر يعتبر ديتيلي يعني لكن الاي دي بيكون حاجة بتفرق بني ادم عن التاني وماينفعش تقرر زي مثلا الاي دي زي مثلا الستودينت اي دي جوة جوة كلية. كل دي برضو اتربيوتس لكن تعتبر اي دي. ما بتفرق واحد عن التاني وما ينفعش تتقرر. ما ينفعش طبعا تتقرر وزن الايه? الانتيتي اللي هي جوة. ودي بنتسميها عند اي دي. طيب لازم طبعا في حاجة اسمها دومين. ودومين ده هو اللي بيحدد اه الاتريبيوت ده ياخد من فين لفين. يعني مسلا الاجينت قول ان هو مسلا لازم يكون اكبر من تمنتاشر وقال من خمسة وستين. فده الدومين بتاعي. مسلا. اه مسلا بتاع ده لازم نقول ان هو مسلا بتكون من تمن ارقاها. لازم يبدأ بلسانة اللي هو اللي الطالب دخل فيها. يعني حاجات من دي. طبعا احنا في المحاضرة دي مش بنتكلم بالتفصيل لان هو حتى علينا في المنهج. مش لازم تكون عارف تفاصيل او انت زي تعمل فعلا الكلام ده في الداتابيز يعني. لكن هنا بس بنشرح كده من فوق يعني. في برضو اه الاتريبيوت ممكن يكون بمعنى ان هو ممكن يبقى نضلي. زي مسلا الايميل. اه زي مسلا وانت بتقدم على اه جوب. وانت بتمنق ممكن يكون مسلا حاجة زي اه ده يعتبر يعني ممكن تكتبه او لا. لكن كان حاجة زي فلا ده لازم تعمله في الحالة دي يعتبر اما اه يعتبر بقى ايه? ان هو لازم ان انت تكتب اه تحط او لازم انت تكتب الاسم بتاعه. ده طبعا برضو زي ما قلنا. طيب اه زي ما قلت من شوية هي بتكون بتوين انت تيز وبعض جوة الاتاباس. طيب اه طبعا بيبقى فيها برضو كم حاجة كده بتفرقهم عن بعض. او يعني سيبك من هنتكلم عنها في الاخر بس في حاجتين كده لازم نتكلم عنهم من الابر. البرتسابينت وهو الناس او الانت تيز او الداة او الانت تيز اللي مشاركة جوة الريليشن دي. من كل انتيتي في كم انتيتي طيب هيشارك جوة الريليشن. مين هم المشاركين يعني. زي مسلا ما قلت جوة الكلية ممكن يكون في اه مدرج وطالب. مسلا. فدول كده اتنين اه بارتسابين. طيب الديجري هي بتقول كم واحد بقى يعني كم فيه كم واحد مشارك جوة الريليشن. زي ما قلت بتكون اتنين. اللي هو حده يعني واحد واحد بس هو ممكن تكون واحد او ثلاثة او اقدر. واحد ان واحد يعني فيه مع نفسه. زي مش حضرني حاجة يعني لكن فيه يعني فيه امثلة على دي. او الاكتر بقى انليها ان نري والكلام ده انه يبقى ثلاثة او اقدر. طيب زي ما قلت انا ممكن تكون one to one, one to many, many to many. زي ما قلت ممكن كمان يبقى واحد مع نفسه. كل دي تايبس للريليشنشيبس. طيب اخيرا انت ازاي تقدر ان انت تحدد الريليشنشيب بين اتنين او اتنين موجودين او اتنين موجودين. الموضوع سهل جدا. اه انت مفروض بيبع عندك مسلا ده انتي اهو ده كمان او او ده معانا مسلا الستيودينت والكورس. وفي النص ده بنشرح بس المفروض ده الاتنين بيعملوا ايه مع بعض يعني. فالستيودينت مفروض او الكورس مفروض بيدرس. كويس. علشان نحدد الريليشنشيب البتوين الاتنين دول بنبدأ من اليمين للشمال. فبناخد الستيودينت ونقول الستيودينت الواحد. حلو. المفروض انه هو بياخد كام كورس. كورس واحد او اكتر. انت اهو دلوقتي او اخي الكورس او اكتر. حلو. فبنحط هنا ام. ممكن انت بقى ميني. الرقم او يعني انت طبعا انت مفروض بتحدد ميني او وان يعني. فاللي انت بتقوله هنا على اخر السهم بتحطه هنا على طول عند الكورس. تاني. انا دلوقتي قلت الستيودينت. او يعني سوري الستيودينت مفروض بياخد كام كورس. واحد او اكتر. واحد او اكتر دي معاناها ميني. فخلص هنحطه هنا ايه. وهنسبتها على كده. نروح بقى للشمال ونقول الكورس. المفروض انه هو بيتدرس. فضل يا حسن. يعني ليش هو لفتني حاجة كتير? لفتك? لا مش كتير يعني اكتر من تلاتة ربع المحاضرة. يعني خليك بس نكمل للاخر. يعني في في اكزامرز هتوضح لك. وممكن بقى في. بشوفها تاني على اليوتيوب يعني. زمام. بقى تاني كنا بنقول الستيودينت. احنا بدأنا من اليمين. وقلنا الستيودينت مفروض ان هو بياخد كورسة او اكتر. كورسة او اكتر معاناها ميني. فبنحط هنا ام. عطي كده رحنا للكورس. من الشمال بقى لليمين. الكورس الواحد. المفروض برضو بيدرس لستيودينت او اكتر. مش بيبقى الستيودينت واحد. فقلنا ايه? يعني ام فهنحط ام هنا. بس. وهنشوف تاني امثلة كتير يعني جاية. بس المختص انت بتبدأ من اليمين وتروح للشمال. واللي بتقوله بتحطه في الشمال. وبعد كده من الشمال اليمين واللي بتقوله بتحطه في اليمين. نشوف اجزامبل تاني. الاردر. فضل يا ماري. اه هو بس فيه مقطة كان دكتور هلال قال عليها. ان هو اليم دي. ايه. كان قال هي بايدفولت يقصل بها من زيرو للاكتر. مش من وان لك. كان بس بيأكد عليها. من زيرو للاكتر. او. انا مش رفتها ايش بصراحة بس خلاص لو الدكتور قال كده بقى اكيد صح. لان في احنا عندنا فيه علاقة تاني اسمها اوبشنال. هي اوبشنال دي ان الخط ده يكون مقطع كده مش مش سولد. وفي الحالة دي هتبقى فعلا من زيرو للاكتر. يعني من زيرو او لحسب بقى يعني. يعني مثلا لو الخط ده مقطع فيبقى زيرو او ميني. لا اوكي. حتى السنان اللي فاتت في السوفتوير كان الدكتور حتى قال كده ان ام معناها من زيرو او اكتر. خلاص يبقى انتوا صاح اكيد. الى الام زيرو او او ايش وبرده انا هتاكد وممكن بقولها في يعني اكتبها في او في الجروب اتاكد المعلومة دي بصراحة ماخدش بالي منها اينا. شكرا يا ماري. طب خلينا نشوف الا اه الا اه الاكزامبل ده يعني فبيقولك ان معانا او معانا كاستمر. الكاستمر المفروض ان هو بيبليس او order order عادي يعني مسلا في جومي او كزايا. فزي ما قلنا هنبدأ من اليمين للشمال. فبنقول order المفروض ان هو بي بليزد باي كام كاستمر واحد. كل order لي اي دي. فمسلا ما اقول order number two هو يعني اتعامل بواسطة كاستمر واحد. فبنحط هنا واحد. والعكس الكاستمر بقى يقدر يبليز كام order يقدر يبليز order one وtwo وثري وزي ما احنا عايزين. فدي انا. فزي ما قلنا من اليمين للشمال وحطنا الرقم اللي احنا قلناه هنا. ومن الشمال اليمين وحطنا اللي احنا قلناه عليه هنا. فبقت العلاقة وانتم مين? برضو تاني الاس اس آآ اي دي ممكن اعتبر مسلا او كزا يعني. فبيقول ان كل مواطن عنده. فبرضو هنخش من اليمين للشمال. هنقول ان المواطن واحد. فهنا الامة هو. اه مواطن واحد فهنا وان. هنحطين هنا الوان. والمواطن الواحد عنده واحد ناشنل اي دي. فبرضو هنحطين الايه? الوان هنا فبقيت وان توان. في كام كده كويسين. ممكن برضو تشاركوا معي فيه اه معايا فيهم يعني. هنقول فيهم دلوقتي يعني او نحدد مع بعض يعني اللي ما بقى. فاحنا عندنا امبلوي وعندنا دي بارتمنت. الامبلوي بيشتغل جواد دي بارتمنت. احنا هنا بافتراض ان هو فول تايم. يعني الامبلوي يقدر يشتغل اه في دي بارتمنت واحدة بس اه فول تايم. مش بارتايم. كويس. فتعالوا لو احنا خدناها كده من اليمين للشمال. هنقول ان الدي بارتمنت الواحدة فيها اكتر من امبلوي. او يعني بقى زي ما مريم قالت ممكن يكون من زيرو ثوري المني وهتاكد برضو من المعلومة دي يعني. ففي الحالة دي هتبقى هنا ام. لان انا قلت ان الدي بارتمنت الواحدة. المنشأة الواحدة. الشركة الواحدة. فيها اكتر من امبلوي. فحطنا هنا ايه? ام. بعدك هنروح بقى من الشمال اليمين هنلاقي ان الامبلوي الواحد مقدرش يشتغل غير فيه دي بارتمنت واحدة. فهنحط هنا واحد. فتبقى العلاقة ايه ميني تو وان او وان تو مين. ممكن بقى المسال التاني ايه حد كده يرفع يده برضو. ويحاول باول. احنا عندنا اغنية وعندنا بلاي لست. ماشي سامريم انه رفع يده الاول. مريم. باقي تضيب الاغنية هتبقى موجودة في بلاي لست واحدة فجنب بلاي لست هنحط لان نبدأ الاول بقى من الشمال عشان نحط الاول جنب. فيها غاني كتير. فهنحط عند الزونج اه ميني. ايوا. ونحط تانية هايبقى الزونج موجودة في بلاي لست واحدة فهنحط فيها وان. ماشي هو الجزء التاني ده هو غلط كلوجيك لان الاغنية فعلا كنت موجودة في اكتر من بلاي لست. الاغنية كاغنية. بس الاغنية كالاغنية بتاع الكوبي بتاع الاغنية الواحدة. ممكن برضو وجد نظرك برضو ساخر. اه هي الاغنية موجودة في اكتر. اه في اكتر من بلاي لست. ففي الحالة دي احنا انا هنتكلم ان دي هتكون ايه بقى? ميني. هتكون دي ميني. ودي ميني برضو هتبقى ميني تو ميني. مصبوط معا? ماشي. خلينا نشوف اللي بعدي هتفضل ايه حسن. الكانتري والسيتي. اشغال تمام. هنا انا ابدأ من الميلي الشمال. هنا نقدر نقول كونتري دي اللي هي زي محافظة. زي مدينة كون محافظة. الكانتري ممكن اه نعتبر ان هي البلد يعني. سانية. زي اه اه تمام. والسيتي اللي هي زي مسلا محافظة. او مدينة مدينة. هي بحنا نقول كونتري. دي هنبدأ من من الشمال. او ميني. فيها كاتا سيتي. بالزبط تبقى هنا ام. والسيتي. وان. بالزبط سيتي بتكون موجودة في مدينة واحدة. هو في كونتبت المهمة. في كونتبت له من من واحد لاكتر. من واحد لاكتر. هو ما اخدنا الكلاس ده اجدام مسلا في السوفتوير او كزا. ففي كيسز انا مركزتش فيها. بس بصينا على الميني تو ميني والوان تو ميني والوان توان. بس يعني اقرض سريعا ان في حاجة اسمها زيرو تو ميني وفي حاجة كده. بس دي مش علينا يعني في حاجة. طيب خلينا نشوف النتيجة فعلا. ميني. ميني تو ميني ميني تو وا. طيب خلينا نشوف دي. بيقولك السوشال ميديا يوزر والبوست. السوشال ميديا يوزر بيكاريت وان بوست لكن او سري السوشال ميديا يوزر يقدر تكرية أكثر من بوست لكن البوست بتكرية بواؤوزر واحد بواسطة يوزر واحد. فا من يقول العلاقة إنه ايه؟ مين ت guest عن عليه؟ يعنيها نروح عند البوست ونقول ان البوست الواحد ممكن تكرية بقى أكثر من يوزر فدها تبقى ميني? وبعد كده نقول ان اليوزر ممكن يكريتogether بواسطة يوزر واحد فدها تبقى أه E fazer اما اليوزر ممكن يكاريت اكتر من بوسته فهتبقى ميني فاذا كده صعيد. هو ده اللي تحت. يعني مسلا ممكن نعمل بوست مرتين. يعني من غير بكل فتحصيل هو اليوزر عموما انت كيوزر تقدر تكاريت اكتر من بوست خلال اليوم يعني. لكن البوست الواحد بيبكاريت ببساطة يوزر واحد. نفعش اقولي البوست ده الكتب. يعني فيه اتنين نحن قلوله كريت يعني. طيب. الويبسايت والدمين. كل دومين بيكون مملوك لويبسايت واحد. وكل ويبسايت عنده دومين واحد. فالعلاقة هنا لما نيجي نروح للدمين هنقول ان الدومين الواحد مملوك بواسطة واحد ويبسايت. فهنا هتبون. والويبسايت عنده دومين واحد. فدي هتبون. الدومين ده اللي هو مسلا مراوان دوت كوم ورفيكي دوت مش عارف ايه الكلام ده. فده ما يقن ده ده اصلا ما بيتكررش يعني عامل زي الناشنل اي دي كده. وزي البصمة نفس الفكرة. فدي هتبقى وانتوان. حد بيشوف اللي تحتها الستيودينت والستيودينت اي دي. هتبقى وانتوان برضو. مزبوط. لان كل مفروض ان هو بيكون بيعرف استيودينت واحد. فده هنا وان والستيودينت الواحد عنده استيودينت اي دي واحد برضو. فدي هتبقى وانتوان. طب اللي تحت دي بقى. ان المان والومن. ممكن. ايه? وانتو ميني. وانتو ميني بالزبط. ان الومن ممكن تتجوز اه من واحد. لكن المان ممكن اجوز اه ميني وومن. يعني الحد اربعة يعني بس. ففي الحالة دي هتبقى ايه? هتبقى وانتو ميني. اقدرش احد ده? هتبقى وفي دي بس. يعني. الثاني. لا احنا ممكن برضو بحس فيها موضوع التحديد ده. لكنها برضو مش علينا في الليكشور. انا حاولت عشان كلامكو يعني ان انا مجيبش حاجة كتير بره بره المن. ففي اللي انا عارف ان في الاس اي اي كان عندنا في القلاس دي اجرام ان احنا نقدر نحدد. نقول مسلا هنا وانتو يعني هنا مسلا نحط وانتو تنفق بعض. اي وان. استريك او كزا. ونقول مسلا هي من واحد الاربعة بس او كزا. لكن دي انا مش رفتاش في الليكشور يعني بتاعت المنهة كم نجيبتاش. يعني احنا عندين بس وان او ميني. تمام. حسنا مقارنة بنتكلم على الكونسيبشور واللوجيكل اي ار دي. هنا بحقنا بنتكلم على ان انا عمال اقول لكم ان ممكن الار دي يكون للداتا بيز او لا. كويس. مش رط يكون لبس للداتا بيز ان احنا نعمل بها كودينج يعني. فهي نفس الفكرة هنا. اه عاملين مقارنة سريعة بين الكونسيبشور واللوجيكل. فمبدأ ايه بنقول الكونسيبت ده مفوض ان هو بيفوكس على ايه? بيفوكس على الريل وورد كونسيبت. زي مسلا انا ممكن اقول مسلا العلاقة بس ما بين المدرج والكلية. الطالب والامتحان. حاجة كده بس ان احنا ممكن نكون بنساعد ان احنا نفهم بشكل افضل او كذا. لكن ملهاش علاقة او بالداتا بيز. اما اللوجيكل هنا هي بتفوكس على هي فعلا تابلز هنبدأ بعد كده نحولها لداتا بيز تابلز. طيب اه او او في الكونسيبت بنحطها زي ما هي. زي يعني زي مسلا في المسألة اللي فات هنا. ايه واحد مسلا والبليلست. في الكونسيبشور احنا بنحط زي ما هي كده ان دي العلاقة ما بينهم لكن لو والناس اللي هيش اطرة في الانا مش منهم يعني. اه لازم بتقسم الميني تو ميني لوان تو ميني وان تو ميني. بتحط واحد كده في النص ما لوش لازم افرض ان هو بيكوننكت الاتنين ببعض. وده فعلا اللي مكتوب. بقت لايه هنا في سوري هنا هو. بقول ان احنا في المفروض ان احنا بنبروكن او بنبروك داون الايه? الميني تو ميني لاتنين وان تو ميني او اكتر يعني ما عرفش بقى. المهم انها ما بتبقاش داييركت زي الكونسيبشور. الفورنكي مفيش فورنكي في الكونسيبشور اما في اللوجيكال طبعا فيه. فورنكي علشان يبدأوا ان هما يربطوا او يكوننكتوا اتنين في ما بينهم علاقة منوز ومنوز ببعض. اهم حاجة او يمكن اهم فرق يعني ان الكونسيبشور مش مخصصة للارد بس اه سوري للداتابيس بس. اما اللوجيكال هي بس اللي الداتابيس. مسال سريع على الكلام اللي انا ساير ده. اه ان انت مسلا عندك عايز ان انت تتراك البوكس والكتاب والناس اللي هي بتبروه البتاع ده الكتب. فلو انا بتكلم على الكونسيبشور فبس عندي بتاعتي البوك والكاتب واللي بيستعير الكتاب. العلاقات هتكون البوك والكاتب مينيتو ميني واللي بيستعير الكتاب والكتاب نفسه مينيتو ميني. بيقول ان مثلا البوك كان هاف مصطبال اه مش عارق كتاب. والكاتب الواحد بيرايد اكتر من اه بوك. فمينيتو ميني. وكذلك في الكتاب. ان اللي بيستعير الكتاب ممكن استعير اكتر من كتاب. والكتاب نفسه ممكن يستعر بوسطة اكتر من اه مستعير. اما في اللوجيكال لا. الموضوع مختلف. لو تلاحظة هنا احنا قلنا على طول ميني تو ميني. الفضاء ليه حسن. وهنا كتاب مش ممكن يستعار مرة واحدة في كل مرة ولا مقصود بها ايه? بصها دي بتركع الكتابة. يعني مدام هي مكتوبة قدامنا كده. فده لوجيك ليه هما يعني ممكن يكون معتبرين انها نسخ زي ما كانت ماريان بتتكلم. ان نسخ مسلا من الكتاب. مش معتبرين ان الكتاب كبوك. يعني بوك هنا ما يصدوش بها مسلا ان هو كتاب واحد. ممكن يستعير اتنين يستعيروه في نفس الوقت. وارد. ممكن يكون معتبرين ان هي نسخ. او ان الكتاب الواحد اتنين بيقروا مع بعض مسلا. فهي في الاخر في الصفتور عموما احنا ما عندناش حاجة صحة وحاجة غلط على قد ما احنا عندنا لمكتوب. فهو مكتوب هنا ان هو ما ممكن اكتر من حد يعمل له استعارة يعني في نفس الوقت. خلاص يبدأ صح. فهم قصدي? الا لو حاجات واضحة زي اللي احنا كنا نسا نتكلم فيها من شوية. هي واضحة من غير ما هو يوصفها لك. فهم هنا يجينا عليها مني تو ميني. اما في اللوجيك اللي بقى هو هنا بص لو تلاحظ كترة بقى عندك بوك والكاتب والبارو وبقى عندنا بقى عمل انتيتي جديد سمها لينكينج انتيتي وانتيتي تاني برضو سمها لينكينج انتيتي. وبعد ان هو يقسم الميني تو ميني الاتنين وانتو ميني. وفي واحد في النصة زي ما كنت بتكلم معاكم. مرضو التفاصيل دي يمكن كلها مش علينا قوي بس مهم انه تتشوفهاش تعرفوا الفرق ايه. هو اللي علينا بس الفرق ما بينهم ايه. بس هو هتلاقي بيقولك ان الاتنين الجداد اللي هو عملهم دول علشان يكون فيهم ممكن ان هما يكونوا للبوك اي دي مسلا والاوزر اي دي وكسا. فده الفرق باختصار ما بين الكونسبتشل واللواجيكل ان الكونسبتشل مش مخصص بالدياتابيس بس. اما الواجيكل مخصص بس الدياتابيس. الويجكل فيه 전에 كي اما الكونسبتشل مفهوش اه فورينكي الكونسبتشل اه مني تو ميني على طول ديوريكت اما الويجيكال لازم تقسم الميني تو ميني ماينفعش تكون ميني تو ميني بشكل دايوريكت ايه. اخيرا بس الجزء اللي مريم اتكلمت فيه في حتة الميني بتكون من زيرو لأكتر في الارد فهتأكد واقول لكم. سواء هنا في الكومنز او في الجروب بتاعنا لازم اقول لكم يعني. عشان دي برضو معلومة مهمة. بس احنا كده خلاص. ايه ده لسه? ماش اخر حاجة. اللي استبسع عشان تكاريت اي ار دي. فاول حاجة بتايندزفاي الانتتز اللي عندك. بابدأ اقول مين البيرسنز اللي عندي او مين الانتتز اللي عندي. مين الابجيكس اللي عندي. ايه بالزبط اللي انا هعمله يعني. اه بعد كده بابدأ بتاع ده اللي بتوين الانتتز دي. واخيرا بدوكمنت الاتريبيوتس اللي جوه كل الانتتز. بس ايه. انا كده خلصت. حد عنده اي اسئلها بلمقفل? لا تماما مروح. ببعض. هو قبل الحتة بتاعت الوانتو ميني والميتو والكلام ده شرحت حاجة. والله استنى اشوف. طب نعفل بس بتاع الناس بتوع اليوتيوب. اعفلوا انتو بقى سنواري.